أيضا أجرى التلفزيون المصري لقاء خاصا مع دكتورة إيمان صميدة مسؤولة تم أعمل أبحاث المناع من خلال الجهاز المناعي يمكننا معرفة حالة الجسم بالنسبة لمقامة الأمراض بشكل عام أو بالنسبة لمقامة مرض معين والتقنيات الحديثة بتمكننا من متابعة الاستجابة المناعية للحيوان الذي تم تحصينه بلقاح حي أو مثبت كذلك تقييم التأثير المناعي للمكونات المضافة للمستحضرات الحيوية أو لملوثات الأغذية والمياه والأعلاف كذلك المساهمة في تحديد إن كان من الضروري تطوير لقاحات جديدة ضد عطرات أو سلالات للمسببات المرضية النشئة والمتحورة ويتم ذلك من خلال عدة أجهزة